رغم خسارة الاهلي مباراته مع سنبا التنزاني في دار السلام وهي خسارة الحقيقة ما كانش لها اي لازمة خالص والله كل خسارات الاهلي الفريقية ما لها لازمة من السنة اللي فاتت ما لها لازمة يعني لو في سبب من الاسباب لا شخصية الاهلي في الاداء الفني ما كانتش موجودة بالقدر اللي خليه سيطر على المباراة مع فريق انت كسبانه هنا خمسة صفر ايه اللي اختلف رغم ان انا التشكيل بالنسبة لي شايفوا تشكيل بيسألي لكن انا الحقيقة سألت اخونا العزيز عمنا من القصة وكان منذوب مجلة الاهلي مسافر معاهم على الوضع في دار السلام وانا رحت الملعب ده قبل كده قال لي التقص في منتهى الصعوبة حالة الرطوبة قال لي لا اللعبة فعلا في الملعب كانت منهكة منهكة جدا ودي مسألة في نقص الاكسوجين وطبيعة نسبة الرطوبة العالية بيبقالها تأثير كبير اللعبة عايزة تدو عايزة تتحرك بس هو في النهاية مش آلة ده شحمه لحمه برضو عادينا نشوف تعويض هذا الموقف في المباراة القادمة بإذن الله بالضبط لكنه لازم أن نخرج من ده بدروس كتيرة مهمة جدا لعل الجهاز الفني بالتأكيد وضع إيده عليها في هذا المباراة الآلة خسر بهدف من سيمبا التنزاني الكابتن واقل جمعة واحد من نجوم الآلة اللي ليهم تاريخ طويل واللي ليهم مشاركات كبيرة في البطولة دي بالذات واللي خد صخرة الدفاع وأفضل لاعب مساك في البطولة الأفريقية لثلاث أو أربع دورات متصلة سواء مع الأهلي أو مع منتخب مصر في كأس الأمم 2006 و2008 و2010 له رؤية فيما حدث للأهلي في دار السلام نشوف الحديث عن خسارة الأهلي كابتن واقل يعني أشد المتشائمين لم يكن يذهب إلى مثل هكذا خسارة موضوع الخسارة موضوع حتى الأداء بالنسبة للأهلي اليوم أنا قلت لك قبل المباراة معزل المباراة صعبة جداً النهاردة وفريق منافس مش سهل على الأهلي بعد ثلاث مباريات في أسبوع ثم الأداء الضعيف النهاردة جداً من اللاعبين وتحفظ دفاعي مبالغ فيه جداً من مدرب شاف أن الأهلي يمتلك قدرات هجومية مميزة في المباراة اللي فاتت شفنا اندفاع هجومي إنما النهاردة حسيت أن فيه تكتيف شوية لبعض اللاعبين تعليمات لمحمد هاني وعلي معلول بعدم الزيادة الهجومية غياب تام النهاردة للثلاثة المهاجمين وده أثر على النادي الأهلي بقالوا مباراة كتير أكثر من خمس أو ست مباراة دلوقتي بيلعب بره كابتن نبيل بأسلوب متحفز جداً دفاعي إحنا مش كده مش شخصية الأهلي مش شخصية الأهلي مش نوعية لعبين الموجودة في الأهلي إحنا تسيادنا الأفريقيا كابتن نبيل بالأداء الهجومي نطلع نفوز بره نطلع نفوز بره ملعبك مش بتتعالي حتى خاصة أنه هذا المنافس بالرسق وفريق أنت فاكسبانه خمسة من أسوار يعني هو ما يفترض يخاف منك مش انتتخاف منه أخطاء كتير بالنماء زي ما قلت في الأول معز معز هذه قوة الفريق الكبيرة معناها لما نحكيو على الأهلي والترجي واللي تلعب دائما الأدوار الأولى في الشامبيونسليك حتى لما تكون فيه مش في يومك تعارك فيش تخرج من نتيجة إيجابية تعارك تخرج هذا روي أكد لكلامي اللي قناها قبل استوديو رغم فماش مباراة سهلة في الشامبيونسليك خاصة لما تلعب في إفريقيا خاصة لما تلعب أذن ضد فريق مغمور نوعا ما مش متعود يلعب الأدوار الأولى أو مش متعود يترجح لدوري المجموعات في فريقيا صحيح أنه نتيجة هل إشكال ذهني الأهلي يعني الأهلي كما بعض الفرق العربية يعني فاس خمسة في فرصة فرصة سنحة للتسجيل للشحات كرة أجليل عملائه كرة أجليل عملائه كان بإمكانه بشجلة المفروض الأهلي معناها هيحرص على فرصة واثنين وثلاثة وأربعة في مباراية مثل هذه أضف على ذلك التنشيط الدفاعي متاع الفريق يعني متوسط جدا ليش متوسط يخرج المدافع من اللعبة لما جاتوا الكرة يحطها بطل رجله أمامه هكا ويخلي المدافع يولي وراه خلاص يملسوا ويفتح المرمى أمامه هو الكنترول متاعه الترويج متاعه خارج صراحة مر بجانب المباراة عادي 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 أنك تمر لكن التمركز متاع الفريق يعني التنشيط الدفاعي كان أقل من المتوسط لأنه تشوف الفريق الأهلي لما يخص الكرة فم فارغات كبيرة خاصة بين المهاجمين وبين لعبي وساط الميدان ثم بعد ذلك بين وساط الميدان والخط الخلفي والآن سينضر ما سيبعله فيتا كلوب أمام السورة الجزيرة لأنه مباراة المقبلة أيضا خارج مرعب أمام فيتا صعب الأمور على نفسنا في شكل كبير معايز خاصة عندنا مباراة فيتا كلوب بره مباراة صعبة وبالشكل اللي نادي أهلي بلعب بيه بره ملعبه هتفضل تدافع قدام الفرق دي في ملعبها هتخصر هتخصر بشكل كبير عارفين بره الحكام بيعملوا إيه في الفرق بتاعتنا كابتن نبيل الحكام ساعات بيجي عليك ويعني لو في حاجة فيها شك بيجي عليك قالينا نفترض حسن يعني طيب ده رأي الكابتن واي الجمعة وستوديو التحليل فيه أداء هذه المباراة وزي ما قلتلكون الأداء لم يكن على مستوى فريق الأهلي شخصية الأهلي بكل معاني شخصية البطل اللي الناس تعودت عليها مش موجودة الأسباب موجودة إيه حاجم تأثيرها فيه ناس تتفق وناس تختلف لكنه ده سبب موضوعي موجود في الملعب نتمنى أنه المباراة اللي جاية خلاص هو يمكن فوز شبابة الثورة الجزائري على فيتا كلاب الكنغولي حفظ المسألة نسبيا وخلت صدارة فضلت مازالت للأهلي خلت صدارة بس صعب الأمور صعب ثم دخلت شباب الثورة منافس وخفض أسهم فيتا كلاب عشان يواجه الأهلي في المرش اللي جاي بصرف النظر إه أنت وفيتا كلاب حتى لو فيتا كلاب كسب أو أهو جايلك لكن أنا مش محتفي أبو نتيجة أن كل اللي أنديته بقى بينها بنت كده بتبقى فيها خطورة طيب هو الترتيب إيه في المجموعة الرابعة الأهلي لازال الأول سبع نقاط سيمبة الثاني عنده ست نقاط الثورة الجزائري بقى عنده خمس نقاط وفيتا كلاب الكنغولي نزل بقى الأخير بقى أربع نقاط دي صعوبة المسألة الأهلي عنده فيتا كلاب بره وعنده شبيبة الثورة الجزائري في القاهرة أو في برج العرب فدول المطشين هنا يبقى أنت المباراة اللي جاية تكسب فيتا كلاب حسامة التأهل تتعادل تصعد وتشوف نتيجة الآخرين والمباراة الأخيرة على ترتيب المجموعة عشان كده كان الفوز في دار السلام أو على الأقل العودة بنقطة كان يحسم كتير من الأمور قبل الجولتين الأخيرتين لكن ما علينا في النهاية فضل الأهل في الصدارة وفضلة أسهمه هي الأعلى المهم اللي جاي والتأهل كأول مجموعة اللي هو ميزة نسبية في دور التمانية أنتوا عارفين أنه بتتعامل قرعة جديدة فبيتحطوا أوائل المجموعات ويتعامل قرعة للتواني يترموا عليهم يعني ما فيش أول هيواجه أول فبالتالي بتبقى المواجهة المفترض في دور التمانية أول مجموعة بيواجه تاني أي مجموعة منهم فلما تطلع الأول هيجي لك أي تاني من بقية المجموعات باستثناء مجموعتك ده اللي بيحفظ الفرصة النسبية المفترض لأوائل المجموعات أو دي الميزة المباشرة لأوائل المجموعات فنتمنى إن شاء الله من خلال المباراتين اللي بقيين للأهل مع فيتا كلاب الكنغولي في كنشاسة وأيضا مع شبيبة الثورة الجزائري في القاهرة المباراتين إن شاء الله تعالى الأهل ياخد منهم الست نقاط عشان يحسم التأهل كأول بدون احتياج لأي نتائج أخرى أو انتظار أي مواقف تانية فهذه البطولة في دور الأبطالة باشمهندس في المجموعة الأولى الوداد المغرب تعادل مع لوبستارز النيجيري صفر صفر ودي كانت نفس نتيجة أسك وصانداونز الجنوب أفريقي هكذا هم ملعبوش الترتيب الوداد سبع نقاط زي الآلي سانداونز سبع نقاط أيضا لوبستارز التالت عنده أربع نقاط وأسك الإفواري أربع نقاط على فكرة كل برضو مجموعة ملتهبة مش هتعرف ميل هتعرف ميل هتعرف منه سانداونز مع لوبستارز هيبقى يوم تسعة مارس وأسك مع الوداد يوم تسعة مارس في مارس اللي جاي زي ما قلتلكه تسعة مارس الأهلي حيسافر لكنشاسة عشان يلعب فيتا كلاب والثورة الجزائري حيستضيف سيمبا التنزاني دي الجولة التالية على طول طيب النقد الرياضي الكبير له أستاذ حسن المستكاوي في أونسبورد نشوف رأيه إيه في هزيمة الأهلي وليه الأهلي دافع بالشكل ده يجي للأهلي الأهلي بيدافع ليه بالطريقة دي غريبة جدا يعني أنت عندك كسبان 5-0 في القاهرة وفي 40 ديئة عملت الـ 5-0 وفي الشرط التاني ما زودتش لأنك أنت عايز المدرب عايز يريحك قالك عندي مقشين دوري آه خلاص مش لازم تزود الاسكور طيب ليه رايح هناك علي معلول وهاني ما حدش فيكم يعدي نص الملعب إلا في أضيق الحدود والمهمة الهجومية طبعا علي معلول ده هو المفتاح اللاعب في الهجمات بالنسبة للأهلي فالشحات لعب ناحيته علشان يوم هو بالدور ده أنت كده عملت نص قدرة هجومية بالنسبة للأهلي لأن فيه نص التاني مش موجود طبعا ده شجع سيمبا أنه يعني ياخد المبادرة ويهاجم ويضغط بجانب طبعا تاكتيكين بيضغط بقى في كل حتة في الملعب على لعبة الأهلي يعني الأهلي لعب بعد الهدف ابتدى يمسي الكورة ويعمل الجيم بتاعه لكن طبعا كان دوليت يعني المجموعة دلوقتي الأهلي في الصدارة بسابعة سيمبا بستة شبفة السورة أو السورة بخمسة فيتا باربعة والأهلي رايح لفيتا يا قلب طبعا وفي الدنيا عاملة ازاي؟ وحايز اقولك إن فيتا فنيا يعني هو المنافس الحقيقي للأهلي ففرقا مش سهلة والأهلي عنده ماتش الجاي فيتا فرقا مش سهلة ماتش صعب فلازم لازم الأهلي يبقى رايح بثقته وشخصيته عشان يقدر يعمل نتيجة كويسة دي مهمة جدا جدا بس المكاسب النقرد يمكن عودة الشناوي المستوى طبعا الشلناوي عمل بس ده يعني الجون طبعا الشلناوي النهاردة أنقذ عمل كذا أنقذ مهم جدا بس المشكلة أن أنت لو تفتكر الجون معايا فيه تمانية من لعبتنا دي الأهلي وأقول لهم حسين الشحات ما يسئلين عن الهدف ده بعدها من الضغط على المنافس على الفريق المنافس بعدين أوفر سهل ما بين ياسر وما بين أيمن يعني طبعا وحدها ما بيقول الكرة الكرة بقى مش مدفعين ومهاجمين وما وسطه لا الكرة فريق كامل أي غلطة بتبقى غلطة مركبة بيتحملها مجموعة من اللعيبة إيه لناحية الكرة يعني مؤكد أن الكلام اللي قاله الأستاذ حسن مسكاوي كلام مهم لكن عايزة أسألك سؤال هو ممكن مدري بيقول للعيبة ما تتقدموش ولا يقدر يمسك رمود يحرقه لا يعني تتخيل مثلا أنه ممكن يكون قل علي معلول وهاني ما تتقدموش ولا دي كانت ظروف الملعب والحالة البدنية طبعا طبعا بالتأكيد بالتأكيد يعني ما هاش قيود تاكتكية لا يعني المرة الوحيدة لنا متأكد لأنه هو اعترف بدي أن المدر بقال للعيبة ما تتقدموش كان ماتش أيرلندا ومصر في كاس العالم تسعين آه تاكتك ده أنا فيه كرة فاكرة وصام عربي تقدم معدل خطو بعد ده رح تسعى كرة وراجع آه يعني فحتى ما رجع سألته قال لي لأن أيرلندا كانت أشرص فرقة وما كانش ممكن نديها أي مساحة حتى هو جاكي شارلتن أخو بوبي شارلتن العظيم كان مدار بأيرلندا الرجل كان حاجة جانية وتغيرت القانون اللعبة أنه ممنوع إرجاع الكرة للحارس يمسكها بإيده عشان ما تشنح طيب في بقية هذه البطولة قلتلكوا الوضع في المجموعة الخامسة والمجموعة الرابعة في النتائج المجموعة التانية الترجي كسب أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقيا 2-0 والحرية غينيا كسب بلاتينيام 2-0 أصبح الترتيب الترجي في الصدارة عنده 8 والحرية عنده 7 نقاط وأورلاندو عنده 5 وبلاتينيام عنده نقطة واحدة الجولة اللي جاية الترجي هيستضيف الحرية يعني الترجي يحسم بنقطة يحسم تأهله في الجولة اللي جاية لو تعادلوا وأورلاندو حيستضيف بلاتينيام في المجموعة التالتة بلاتينيام برا المنافسة لكن التالتة دول كلهم عندهم فرص صحيح أورلاندو الحرية والترجي في المجموعة التالتة الأفريقي تعادل مع مازينبي 0-0 بعد ما كان مازينبي في الجولة اللي فاتت كسب الأفريقي في الكونغو 8 أتى الهزيمة في السنوات الأخيرة ويمكن يكون رقم قياسي كمان وكسب مين؟ لكن كمان الإسماعيلي دلوقتي الاتحاد الأفريقي رجعوا للمجموعة دي تاني وهيعيد تعديل بعض الموعيد في الجدول فبالتالي المجموعة مش هتفضل بهذا النسق اللي موجود عليه في معادين لمباراتين للإسماعيلي الإسماعيلي هيلعب مع القسنطيني الجزائري 23 فبراير دي في الجولة التالتة وحيسافر للجزائر يلعب مع القسنطيني 2 مارس يعني الإسماعيلي في 23 فبراير وفي 2 مارس خلال تسعة أيام فقط هيلعب المباراتين مع القسنطيني الجزائري ذهبوا عودة نتمنى للتوفيق لأن الحقيقة يعني فرصة ما بتكررش كتير أنك ترجع بعد قصة فلابد أنك تغتانم الفرصة دي وتحاول تتأهل وهو قادر الإسماعيلي على التأهل بالزبط المجموعة انتظارا لمباراتين الإسماعيلي مع القسنطيني مازم بالأول عنده سبع نقاط والقسنطيني عنده ست نقاط يعني برضه هيبقى عنده طموح كبير في مباراتين مع الإسماعيلي لعب ماتشين كسبهم الأفريقية التونسي عنده أربع نقاط والإسماعيلي مازال بدون نقاط بينتظر المباراتين مع القسنطيني لكن في الجولة اللي جاية الإسماعيلي هيلعب مع مازنب الكنغولي في الإسماعيلية يوم تمانية مارس يعني الإسماعيلي 23 فبراير لتمانية مارس هيلعب ثلاث مباريات في أفريقيا هيلعب ثلاثة وعشر فبراير اتنين مارس تمانية مارس في التلات أيام يمكن حتى كمان هيلعب مع مازنبي تمانية مارس في الإسماعيلية بعد ما هيكون راجع من الجزائر هيلعب اتنين مارس يعني يلعب اتنين مارس يرجع ثلاثة مارس يلعب تمانية مارس والقسنطيني هيستضيف الأفريقي في هذه الجولة طبعا أنا بحظر من المباراة دي لأن يعني مازينبي هو المرشح الأول في المجموعة دي أنه يتصدر إنما الإسماعيلي برضو بشخصيته إذا استطاعنا استعيد حماسه وممكن يكون خد من الموقف ده وعودته يعني دفع معنوية قوية جدا تعوض حاجات كتير قوصانتيني كسب الأفريق وكسب مازينبي يعني معلش التنقاط يعني منافس مش سهل على الإسماعيلي لكن مين الأول؟ كسب الأفريق في تونس الأول مازينبي طيب